بسم الله الرحمن الرحيم من الوثائق المهم تزويدها للقائدة بعد الاختبارات إجابات تفصيلية لاختبار الطالبات فيمكن حفظ ملف الـ Excel هذا كاملاً كPDF وإرساله للقائدة من قائمة ملف ثم طباعة نستطيع جعل الاتجاه أفقي نختار نوع الطابعة PDF طباعة أو قد نضطر أحياناً إلى إرسال فقط اسم الطالبة والدرجة فأحتاج أن أكتب اسمي بالأسفل وأكتب اسم المادة أستطيع تنسيقها بالشكل الذي أريد ولكن أراعي أن لا أخرج عن حدود هذا العمود في التنسيق أرتب أسماء الطالبات حتى يسهل علي رصدها في نظام نور فنأتي إلى عمود الاسم الفرز من الألف إلى الياء ففي المرحلة المتوسطة نقوم بترتيب الأسماء من الألف إلى الياء أبجدياً أما في المرحلة الثانوية نقوم بترتيبها حسب الرقم الأكاديمي والآن أحدد الأعمدة التي أريد ظهورها في ملف PDF من قائمة ملف نختار طباعة طباعة التحديد يمكن جعل اتجاه الورقة عمودي ثم طباعة أستطيع الآن إرسال ملف PDF هذا إلى القائدة أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة